احتفلت اليونسكو في حدث رفيع المستوى بإطلاق عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل خدمة التنمية المستدامة الحمد لله وحده وفي كلمة عبر الفيديو رحبت الأميرة للاحصنا رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بهذه المبادرة مشيدة بالالتزام الشخصي والفعال الملك محمد السادس بقضايا المناخ والبيئة الذي اتخذ مبادرة إنشاء المؤسسة التي تشرف الأميرة على رئاستها حول القضايا المناخية والبيئية هذا وأكدت الأميرة للاحصنا أنه بفضل ريادة الملك محمد السادس باتت الطاقات المتجددة في المغرب تمثل أولوية أساسية كما أضافت أن المملكة المغربية باستضافتها لمؤتمر كوب 22 الذي عقد بمراكش قدمت دعما هاما للعديد من المبادرات من قبيل مبادرة الحزام الأزرق للسيد المستدام وتربية الأحياء المائية في إفريقيا وبعد أن أبرزت أن إمكانت الثروة البحرية التي تختزنها المحيطات لا تزال غير معروفة إلى حد كبير أكدت أن المحيطات تشكل منفعة عامة حقيقية مشتركة وأشرت الأميرة في كلمتها عبر تقنية الفيديو أن عقد المحيطات الذي ساهمت في إطلاقه يشكل فرصة لتوفير المعرفة العلمية من أجل حماية البحار والتنوع البيولوجي الذي تختزنه كما سيمكن هذا العقد من تضامن علمي دولي تحتاج إليه القارة الإفريقية مضيفة أن المؤسسة التي تشرف عليها فخورة ومتحمسة للانضمام لتحالف العقد لعلوم المحيطات وعلى المستوى الشخصية صارت الأميرة للا حسناء أنها تشرفت برعاية هذا التحالف وبالعمل بشكل مشترك مع أصحاب هذه المبادرة لفايدة البحار والمحيطات وختمت الأميرة للا حسناء رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة كلمتها بمناسبة هذا الحدث الرفيع المستوى بشكر المغربي للأمم المتحدة على هذه المبادرة التي ستساهم في المملكة بفعالية لخدمة المحيطات في الحاضر والمستقبل كل سكسس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته